يعني رمم العلاقة مع سوريا ولذلك اليوم أنا أقول لك الشكوى لمجلس الأمن لا تفيد ولكن أنا أستطيع أن أتحالف حتى مع إيران ومع روسيا ومع أي دولة في العالم وحتى الصين إذا كان هذا التحالف تلتقي وضحت الفكرة أستاذ غسان اسمح لي على ديق الوقت سيادة العميد 30 ثانية أنا شفتك حابب تتعلق على كلام الأستاذ غسان فضل ب30 ثانية سمحت لي تماما تماما يعني وجود مكاتب في دمشق لا يشكل دعم لأي فصيل لا لا ليس مكاتب هناك دعم يقول أستاذ غسان أن الشعب السوري يتوافق مع المشروع الإيراني رجاءً رجاءً الشعب السوري لا يتوافق مع المشروع الإيراني الشعب شعب السوري سأعطيك كمان 15 ثانية تفضل سعد العميد معك معك شعب السوري يسأل قيادة سوريا الحالية إلى متى يتم التطحية بالشعب السوري حتى الطائفة العلوية تسأل إلى متى يتم التطحية بالشعب السوري مقابل أهداف إيران في المنطقة إيران غير مرهوبة في سوريا حتى من قبل العلويين لذلك أرجو الله نقلب الحقائق اليوم يتم التطحية بكامل مكونات الشعب السوري من أجل أهداف إيران التي لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالشعب السوري وضحت الفكرة أتفضل أستاذ غسان عشر ثواني التطحية كانت بالشعب السوري عندما كانت هناك غرفة الموق تمول الجبهة الجنوبية عندما كانت القزائف والصواريخ تسقط على دمشق من الغوطة عندما كان هناك جيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرهم يضربون العاصمة ويهجمون على العاصمة شكرا لكم أضيفي الكريمين عذراني جدا على ضيق الوقت